السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال واتم صحة منشستر رينايتد بيخسر قصاد ارسنل في مباراة كانت بتلعب على تفاصيل صغيرة وهي المباراة الكبيرة كده اللي هيستغل حالة الاخر اللي هيستغل اخطاء الاخر هو اللي هيقدر يتفوق في النهاية بس شوف على الرغم من ان احنا خسرنا قصاد الارسنل بتلاتة واحد لكن انا مش طالع صيح انا مرضي انا عجبني الاداء اللي اتا قديته وان كان في بعض الاخطاء اللي قدت الى هذه النتيجة لكن عكس مثلا من المباراتين اللي احنا فوزنا فيهم اللي انت فوزت قصاد الولفز وفوزت قصاد نوتينج هونفورست انا كنت طالع متعصب وكنت بقولك ايه الوحش اللي احنا قدمناه ده لكن النهاردة انت مطبق كل افكار المدرب بشكل جيد جدا بشكل التزامي اه عندك اخطاء عند بعض اللعيبة ومين ما عندوش هفوات ارسنل نفسه عنده هفوات النهاردة ولكن انت مقدرتش تستغلها في النهاية عشان تنتهي النتيجة الى ما انتهت عليه والى فوز الارسنل فالله بينا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدرام مجنون يونيتد وتعالوا نقول ليه فوز الارسنل على اليونيتد عشان تفهم الموضوع من البداية لازم تعرف خطة كل مدرب ورؤية كل مدرب لأرضية الملعب وازاي انا هلعب وحعمل ايه لو كنت تبقى المباراة بتاعت طبعا المباراة التحضيرية ما بين اليونيتد وما بين ارسنل كنت تحتفهم الاسلوب اللي نزل به ايركتنهاج واللي من البداية بيلعب بنفس الاسلوب ان انا بستدعي الضغط بتاع فريق الارسنل علي عشان اخلق مساحة عشان تشوف تحول اللي هو اخلق مساحة في خط النص في عمق كده الملعب فتلاعب الكورة هنا فتلاقي التحول اللي هو من مرة واحدة واللي كان بيعمله كازميرو في اكتر من كورة او كان بيحاول يعمله ايركسل الناحية الثانية بقى بالنسبة للارسنل فما كانش بيضغط عليك بالشكل الكافي ما تلاقيهوش ان هو مندفع في الضغط في حين ان انت في اوقات كتيرة تحس ان لو الارسنل اندفع للضغط عليك سيغلطك سيخصرك الكورة سيقدر يأخذها منك وكان دايما فريق ارسنل وارتتا بيحاول ان يزوء الهجمة دايما بتاعة منشستر النايت تبقى ماشية من ناحية لندلوف وناحية بساكة عشان كده دايما كنت تلاقي ان ناحية لساندرو مارتنيز لما تبقى معها كورة ونانا تلاقي ان في حد واقف قريب منه اللي هو ما تبصيش هنا انا هادغط على طول مباشرة هنا ده له نفس الحكاية معاك لندلوف ومعاك بساكة لان دول في الخروج بالكورة او باللعب بالكورة عمتا اقل من الجنب الثاني فانا بتقي شر ان انا ما تعملش عليها هجمة تكون خطر فبالتالي تبص على اول عشر دقايق والشوط الاول كمجمل تلاقي ان الاستحواز مع منشستر النايتد على الرغم من اني مفيش هجمات كتير ما عملناش خطورة كتير ده راجع ليه لان انا بستدعي الضغط بتاع فريق الارسنل بحاول ان انا اجذبهم علي وحاول ان انا الامساحة واطلع بالكورة وابتدي ان انا اهاجمهم من خلال المساحات وده نفس الشكل اللي جاء منه الهدف الاول مع اختلاف جاءت ازاي الناحية التانية بقى ارسنل منزل زيتشينكو ويمكن اصابة بارتي جاءت مصلحة لارتتا ارتتا لو كان نزل بالاسلوب القديم اللي هو فيه بارتي بينزل كان سيبقى فيه مشكلة بالنسبة له كان سيبقى فيه زحم في نص الملعب كان سيبقى فيه تدخل ادوار كان سيبقى فيه مساحات بالنسبة للناحية اليمين اللي بيلعب فيها طبعا بين ويت و بارتي واللي بيلعب عليهم راشفر كل اللي بيعمله هو الفكر العادي ان انا يكون عندي انفردت فيبقى مين اللي بتقدم هو زيتشينكو اللي بيبقى جنب برايس اللي بيحاول يخرجني بالكورة مش قادر اخترق من العمق فبالتالي ببحث على الاطراف طيب مين الطرف اللي عندي اللي انا ممكن ابحث عنه بتلاقي دايما البحث عن مرتينيلي مع ان اللي بيلعب على مرتينيلي هو بساكا الاعلى دفاعيا من دلو طب ليه ما بروحش اللي ساكا الناحية التانية و بروح دايما لمرتينيلي بالنسبة للارسنادي اقولك ليه لان ساكا دايما يعني توغلاته هتلاقيها سباق سرعة اغلبها بحاول ان انا بسرعتي ارمي الكورة وحاول ان انا بسرعتي اخدها وده مش هيحصل مع دلو اصلا مفيش مساحة اه حتى لو اقدر اعملها مع دلو مفيش مساحة من دهاني منشستر رونايتد لان منشستر رونايتد بلعب ككتلة واحدة بتحرك ككتلة واحدة فيبقى انا عايز المهارة الراجل اللي يقدر بالمروغة يقدر يعدي مين اللي موجودة عنده الحتة دي موجودة عند مرتينيلي لو روحت العبت على ساكا ساكا مش هيقدر ان هو يعدي فبالتالي هيقوم للجوة ويحاول يشوت في البعيدة واللي هي برضو كانت ايه في اغلب الاوقات مقفولة فيبقى انا لعب على مرتينيلي اللي ممكن يعدي من ساكا يلبس ساكا انظار ولا حاجة فلاقي ساكا هدي من البداية فكان دايما اللعب على مرتينيلي لان ده انت جانب المهاري اللي موجود عندي ما عنديش حل غيره فانا بحاول عليه بص بقى السيناريو المباراة والاختلاف ازاي وايه الحتات الصغيرة اللي حصلت انت بتحاول تستطيع ضغط كمانشسترونيتد استدعت الضغط وغلطة من ساكا في تطليع الكورة اللي قلعت عليها شوية واللي خدها طبعا كاي هافرتس وراحت لفريق الارسنال ففريق الارسنال ابتدى يضغط عليك هجومين خلاص هو قطع الكورة قدام منطية الجزاء فبيحاول يضغط عليك هجومين قدرت ان انت تقطع منه الكورة فتخلقت لك المساحة اللي انت كنت بتدور عليها من خلال ان انت تجذب الضغط فتلاقي هوب الكورة تلاعبت لاريكسن اريكسن اللي راح لعبها ما بين بن وايت وما بين صليبة لراشفورد شوف الخطأ بقى فين؟ الخطأ اولا ان مافيش تغطية انت عارف الكورة دي حيلعبها منشستر يونايتد فالمفروض ان يبقى فيه تغطية في حد استباقي هنا في حد قاعد مكان رايز هنا لو مش موجود مافيش ده الخطأ الاولاني الخطأ التاني بقى يا معلم خطأ اللاعبين ان الكورة راح لراشفورد قدر بن وايت ان هو يرجع قدامه خلاص بس مش هيقدر يقفل لان ده راجل طبعا بيجري مع جناح فهو هيحاول ان هو وقف قدامك مش هقدر اقفلك زوايا لما وسع كده راشفورد عشان يشوت في البعيدة المفروض ان صليبة كان يقف يبقى بعيد عن بن وايت فيبقى عامل حاقة مزدوك كده يعني قادي بن وايت واقف قدامك انا واقف كده لكن لا صليبة دخل في ظهر بن وايت فبقوا كأنهم لعب واحد فبقيت الزاوية مفتوحة زي ما هي اتلعبت الكورة حب يصدها طبعا الرمز ديل ما قدرش خبط في العرضة دخلت جول ايه السيناريو المتوقع ان انت تعمله بعد كده ان انا هتراجع للخلف حلعة كلو بلوك وميت بلوك مش هستحوز على الكورة زي ما كنت مستحوز حتى ولو كان الاستحواز بتاعتبر ان هو سلبي انا هسيب لك الكورة عشان تبتدي انت تهاجمني عشان تبتدي تخلق لي مساحات على الاطراف ورا عشان ابتدي لما اقطع الكورة زي ما حصل في الهدف الاول الابت بالتاني والتالت يعني اللي من الاخر كده اللي حصل في الهدف الثالث بتاع الارسنل انت كنت عايز تعمله اللي هو احنا متراجعين عايزين نحافظ على النتيجة اقطع يا معلم اجري هب واحد اثنين ثلاثة جول تمام تمام لحظة توهان انا بقول لك كل اللعيبة بلا استثناء قدت اداءات كويسة لكن ليها اخطاء شفت الكورة كده اللي ته فيها لندلوف دي اللي هي كان معتبارها انه طلع قوت وراح بعد كده جري عليها طبعا نيكيتيا وجرى وراه لندلوف وراح عامل الفاول اللي هو خد فيه انذار هو لحظة توهان لحظة توهان حصلت من بين؟ من عند انتوني انتوني دايما بيرجع مع بساكا وبيبقى هو معاه حتى ولو كان مرتيني اللي بس الواحدون اللي قدامهم هو دايما بيبقى معاه وده اللي كان بيسبب ركنيات كتير بتحصل بالنسبة للارسنال لان هو مش قادر يعدى من هنا طبعا مرتيني اللي فبيحاول يلعب العرضية ولا حاجة بتخبط وتطلع اتنين على واحد دايما وكاي هفرتس مش مقدي الأداءات اللي هي بالنسبة له انتوني قال لك لا احنا لسه مدخلين جنو دول بيسانتارو يا رجل حيعملوا حاجة الكرة تتلقب لقيت انت بقيت في موقف اتنين على واحد على بساكا بساكا واقف لوحده وصاده كل من هفرتس ومرتينيلي تتباصة بالكعب مرتينيلي يلاقي المساحة من يتسحل هنا؟ كازيميرو طبيعي ليه في اتنين على واحد فهروح قدي المساندة الدفاعية لان الجناح بتاعي مرجعش الجناح بتاعي موجود على نص الملعب مش معنى كده ان انتوني قدم مباراة سيئة لا انتوني قدم مباراة قوية دفاعيا يمكن هجوميا اه ما ظهرش بالشكل المطلوب لكن انت كفريق ككل ما ظهرتش هجوميا بالشكل المطلوب يعني ما كنتش ماسك الكرة وبتبادل هجماته وخلافه انت بتحاول تلعب على طاق الارسنة المهم جيري هنا المفترض في اتنين دلوقتي يغطوا مكان كازيميرو اول واحد هو اريكسن واللي ما عملش اسكان اصلا وهو واقف في المنطقة بتاعته لو كان عمل اسكان كان شاف اوديجرد فبالتالي كان به اقرب منه فلما تلعبت له الكرة ياما كان قطاعها قبله بشكل استباقي ياما كان ضغط عليه فما كانش عارف يشوت مين اوديجرد لكن تلاقي ان اريكسن راح جاري ما بين دلو وما بين مارتنيز بقى معاهم مدافع تالي هو مفيش حد هنا اصلا مفيش غير ساكة ومسكو دلو ومارتنيز قاعد فاضي مفيش اي حد معاه انت جاي بتعمل زيادة عدية داخل منطقة الجزاء على مين المفروض ان انا كنت اعمل اسكان فاشوف اوديجرد ان هو موجود على منطقة الجزاء فاروح اضغط عليه مين بقى اللي شايف بقى اوديجرد ده ما اعملش اسكان بورونو اللي هو لما تحطت الكرة جون بيشاور له بيقول له ما هو فاضي ما انت شايفه فاضي يجري عليه طيب اجري وقف معاه اجري ووقف الهجمة دي فتلاقي هوك الهدف جي فيك اللي هو بعد ما انت تقدمت على طول اللي تلبيت بالهدف فخلاص اللي انت واخدها المعنوية اللي انت واخدها راحت وبقيت للارسنال وعيب على الارسنال هنا ان هم مرحوش ايه داسوا عليك اللي هو بعد الهدف قال لك يدوس عليهم شد عليهم هيغلطوا ونجيب الهدف التاني وكان ده هيحصل لان انت كان عندك حل ترتبات لكن ده ما حصلش من الارسنال وده خطأ عند الارسنال وعند ارتبت خلاك اللي هو ايه متسارع ودخل فينا هدف ودلوقتي هيشد عليهم ابتدت تهدى ابتدت تنظم نفسك ابتدت ترجع لأسلوبك العادي اللي هو انا ايه سابتدي اسحب ضغط فريق الارسنال وحاول ان انا احط الكورة في مساحة واحاول ان انا اشكل منها خطورة يعيبك في الموضوع ده ان بنائك كان بطيء شكلك في الخروج بالكورة بطيء فبالتال لو عندك رتم اسرع شوية كان ممكن تخلق المساحة لكن انت بطيء وعايز اقولك قارنها بالهجمة بتاعت مين؟ بالهجمة بتاعت الجون بتاع جرناتشو شوف السرعة اللي اتعملت وخصوصا من هويلند اللي بسرعة بكعب رحطها الكازاميرو اول ما جات له مقعدش يفكر وستلم ولفه واشوف ده فين وده بالكعب كازاميرو كازاميرو حط على طول طلع جرناتشو وحط الكورة ولكن الهدف افصايت في النهاية الشوط الثاني انت عارف ان عندك اللاقة البدنية بالنسبة للمنشاستر رونايتد بتضيع بتقل في الشوط الثاني وصارت فريق انت عارف كويس ان انت ما ينفعش الجارية في الاستحواز ما عندكش الادوات اللي الجاري ارسنال في الاستحواز وده ليه؟ لان انت تأخرت في السوق ولان انت مكتوب مني مصاب مش موجود معاك مرابط لو كان جاي بدري كان يبقى متواجد في المباراة دي خصوصا في الشوط الثاني كنت تشوفه ينزل بدل ما جده ريكسن قاعد بيلعب المباراة كلها كنت تشوف في حد جنب كازاميرو ينزل يحاول يقفلك المناطق دي تمام؟ تمام فانزلت انت بتحاول اللي هو ايه؟ انت تهجم علي معاك الكورة احاول ان اخطفها منك واطلع اروح بهجمات كان لك من الهجمات حاجات قليلة ولكن مؤسرة ظهرت عندك غلطة تانية مين بقى؟ انانية راشفورد راشفورد اللي جات له كورتين من ديئة اربعة وسبعين لثمانية وسبعين كنت ممكن تخلص بيهم راشفورد في الاول في هجمة قبلهم كده اللي هي ايه؟ عدة من بنوايت كنت واحد على واحد يا معلم عدت من بنوايت لعبتها عرضية رسمو سويلاند حاب يحطها بكعبه الكورة طلعت ركدية فقال لك بس حلو ده جات له هجمتين يا عم يلعب مع الناس اول هجمة وصلت ثلاثة عايزة هرقصكو انا هرقصكو اتقطعت ثاني كورة انا من اول ما رحيت له كورة وانا اقول بالنسبة للاعبين بصراحة بس الولد بصراحة 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 مباراة في المجمل فيها اخطاء من لعبة كتير بالنسبة للمونتشستر ونيتون سواء مثلا على تمرير على تأخر في باصة على سراحة في وقت على عدم تأديد دور في بعض الاحيان ولكن في المجمل لما اخذ الصورة العامة ككل بالنسبة لي انا مرضي لو هتسمعوا المدرب وتعملوا ده انا مرضي لان الهفوات دي اه بتحصل وحصلت هفوات الناحية التانية بالنسبة للأرسنل انت مقدرتش تستغلها في اكتر من مرة انت بيبقى عندهم خطأ في التمرير وانت ما بترتدش بالسرعة الكافية وما بتحولش بالسرعة الكافية فبتلاقي اللي معاك كورة واقف حباسي فين؟ يعني في هجمة مثلا في هجمة بعد ما راحت اللبساكة ده في الشوت الثاني وهي النتيجة واحد واحدة بعد ما راحت لبساكة تلعبت لبساكة كازميرو جاي في وشه المفروض يريح حاله راسمو سهيلند جايله من ناحية منطقة الجزاء المفروض يريح حاله راح مرجحها ورا خالف مرجحها المجوية اللي هو موت الهجمة لو كان رايحها الكازميرو كان كازميرو ممكن راسمو سهيلند يلف بالمدافع اللي معاوي يبقى منفرد هو فهي خيارات سراحان أخطاء بسيطة استغلها الأرسنال ما استغلتها فقط لا غير لكن الأداء في المجمل أنا الأداء في المجمل ليس مدايقني نحن نحتاجين نتيجة في النهاية وهو هذا الموضوع ويلفر هام بتنعمل اللالي قدامك وتجب تجونه وخطيت 3 نقاط هل هذا معنى أن أرسنال وحش؟ لا أرسنال ما كان وحش أرسنال كان كويس جدا وكان قوي وكانت قادر تتفوق عليها في وقت من الأوقات ولكن الأخطاء الدفاعية اللي عندك والأخطاء والسراحان بالنسبة اللي لعيبها ببعض الأحيان استغلوا فريق الأرسنال لم تستغلوا أنت مجمل للنتيجة أنا مرضي وده أداء نبني عليه سواء بالنسبة ألصاد فرق صغيرة أو فرق كبيرة مش معنى كده إن أنا عايزك تلعب بنفس الأداء ده وإن كان الشكل العام هو ده اللي عايزه إريك تنهاج إن أنا استدعي الضغط عليا فأخلق المساحات ويبقى فيه مناطق ألعب فيها الكرة وتحول وهب يلا بينا جون في الثاني الفرق اللي أصادك هتهمت وده اللي كان حيحصل مع الأرسنال لو مدخلش فيك الهدف على طول مباشرة في الهجمة اللي وراء الهدف بتاعك على طول ففي النهاية أنا مش بقولك إن أنا مش زعلان أنا زعلان بالتأكيد عن النتيجة كنت أتمنى إن إحنا نفوز أو نطلع متعدلين حتى في النهاية لإن إحنا نستحق التعادل عطفا على ما أدنا ولكن هي المباريات الكبيرة كده على تفاصيل صغيرة واللي استغلت تفاصيل دي هو اللي بيقدر يتفوق فألف مبروك لجماهير الأرسنال وهارد لك لينا وإن شاء الله القادم أفضل وأتمنى إن أشوفك بقتم حال وأتم صحة وإن الفيديو ده عجبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر